هو خطير؟ يعني لوين ممكن يوصل؟ الموت هو من الأسباب الأساسية لمرض القلب هو بيعمل ضغط هو مرض بيعمل التهابات هو مرض بيعمل أمراض مناعية اللي أنا صار عندي واحد منهم اللي هو الرينو فمشان هيك الرينو سندرم شو عندك؟ الرينو بيقف الدم عن إيدي هلأ بصلاً إيدي كيف تعرف؟ ما بحس فيهم إذا بدق فيهم هن كتير مساعين طب ليه طارق بفترة أو ما بعرف إذا بعدك تسمح لكلمة من الناس تطلعك وكلمة نزلك تعرفي أنه فكرت فيك بقدر قول قول اللي بدك يا بس شفت هيك من فترة شوي إذا عم إنه في شوي عليك حكي كتير ما بحبه حتى لكن حتى الكلمة السلبية أنا بتحيش أقولها قدت وعايس ير معها بيرنوت قلت إنه كيف فيه إلا تبعد عن السوشيال ميديا كيف فيه إلا قوعة توصل لتكره يشغلك كيف فيه إلا ما ترد فكرت فيك وصراحة مبارح سألت حدا عنك وقلت لهم معقول توصل على البيرنوت إنه معقول توصل لما حالت حس ما بق بده لأنه برجع بقلك يمكن أنت جهازك العصبي غير ويمكن مثلي وهلأ منك جاهزة تحكي ويمكن 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 البدك يا بس الكلمة اللي بيش عبتوجه لهون بقلك راضعة إنه لما يكون باقية كور طبعك وهيدا أهم شيء ما أصدق إنه خليك اللمع لا لا بالعكس لا باقية لأنه أنا مقتنع باللي أنا عم بعمل وهيدا اللي أنا عم بوصله اليوم أخذ معي واجعة كتير اللي عم بوصله إنه مين أصلاً هيدا شو عامل هو بحياته أنا شو الشيء أصلاً العاطل اللي عملته هيدا من مخاطر السوشيال ميديا يعني أنت قالت بدي أقلها بدي وصلها تبعد عن السوشيال ميديا صح أنا فكرت فيها طارق بدي أقل لك يا بكل صراحة ويمكن لأول مرة بقولها بفترات الضغط الكبيرة الناس بتفكرك قوي وبتفكرك يعني جبار وإنه هيدا ما في شيء بهزة لا نحنا بشر وبننهزم بدايق بس بتفكر إنه طب أنا إذا بعدت أنا شغلي كله على السوشيال ميديا ما فيك إذا بعدت رح يصير فيك مثلي وقعد فكري بديك نحكي الأشياء مثل ما هي وقعد فكري الناس رح تضلزي كريتك أو الضمان رح يكون وفي لأقلك بتفلي أنت بيطلع غيرك وبتفلي أنت والناس تسأل عنك شهر وشهران وبعدين خلص إنه هن بيحكوا عنك إيه بالعاطل وبالمنيح وبالهيدا بس أكتر من هيك ما في شيء بس بس